بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد موضوعنا اليوم من أن نتعلم كيف ننشأ مشروع باستخدام لغة الدار في البداية إنشاء المشروع في طريقتين طريقة الأولى اللي هي أني أنا أنشأ مشروع متكوّل من سبع فلدارات من ضمنها في كمال ملفات يعني مشروع متكامل في استخدام لغة الدار هاي الطريقة مش رح أبلش بها من أول الدورة رح أخليها لقدام الطريقة الثانية هي بكل بساطة بتنشئ فلدار وبتنشئ بداخله منفات الدروس هاي الطريقة هي أسهل وأبسط طبعا هما الطريقتين سهلات لكن الطريقة الأولى ممكن في البداية تسبب إرباك فعشان هيك رح أخليها لقدام أول خطوة رح نسويها إنه إحنا رح ننشئ فلدار جديد طبعا هاي دورتنا على القناة دارت 2023 هتلاقي فيها كل المحاضرات بالترتيب في نقطة مهمة هنا مثلا محاضرة رقم واحد اثنين ثلاث سيليوجين معناته حل للدرس القبلي تمام؟ يا صافي عندنا مشكلة في إنستول دارت فور ويندوز نزلت له فيديو لحل المشكلة هاي مش حاط أنا هون هاشتاغ أربعة خمسة ستة سبعة محاضرة اليوم هي رقم ثمانية طي ممتاز إني أسكر هاي طي الموضوع جدا بسيط كان ويندوز أو كان ماك الاثنين نفس المبدأ لكن في الويندوز في عندنا شوية تحفظات طب إيش هي التحفظات؟ شو بيحكي لك؟ لا تنشئ الفولدر لا على الدس اكتوب ولا على الدولود ولا على الدوكومنت ولا على الفوتو ولا على الفيديو الفكرة من هاي الفولدرات في شغلة أننا إيها في الويندوز اسمها وينددرايف هي عبارة عن كلاب وبتصير تخز الملفاتك وترفع على خدمة سحابية إحنا عشان ما يصير معانا مشاكل في المستقبل ما بدي تنشئ فولدر الدورة على هاي الفولدرات طيب تمام وين أنشئ الفولدر؟ من الأشياء الروكومندد كلمة روكومندد يعني الموصبه بالأشياء الموصبها أنه إحنا ننشئ فولدر داخل نظام التشغيل يعني روح شوف البارتشن إيش يعني بارتشن؟ مش بيكون في عندك سي دي أف حسب شو كان مسميات افتح ملفاتي الويندوز رح تلاقي أنه في عندك هون السي وعلى الأغلب يكون دائما جاب رسمة الويندوز ممكن تكون أنت منزل الويندوز على الدي أو على ال اي المهم داخل بارتشن السي أو الدي أو حسب وين موجود عندك نظام الويندوز مننشئ فولدر جديد افرض مثلاً أن السي انتحاط بداخل هالويندوز لكن ممتلئة هنا بنروح على البارتشن الفاضي لكن أهم نقطة ما نقرب على الفولدرات لأنه حكيت لك عنهم في البداية أما نظام مك فانت ممكن نضيف الفولدر في أي مكان انت بتحبه طيان هون ناشية اختصار لفولدر اسمه دارت انسك من الفولدرات الموجودة هاي هاي عشان الدورة والمنتاج والفيديوهات اللي بسويها كان ويندوز أو كان مك بعد اختيارك لمكان إنشاء الفولدر تعمل ريتك لك في الويندوز في عندك كابستة نيو بيطلع عندك خيارات create folder file خيارات كثيرة بتختار نيو فولدر في الماك اوما تعمل right click بيطلع عندك نيو فولدر سمي الفولدر أي اسم بالدكية لكن ركز أنه هذا الاسم رح يكون خلال الدورة كاملة يعني هذا الفولدر رح نضع بداخله كل محاضرات الدورة عشان هيك أنا رح أسميه دارت ورح أعتمد هنا عطريقة كتابه واضحة بسيطة كلمة دارت كل أحرفها lowercase يعني أحرف صغيرة بعد هيك رح نضيف hyphen hyphen هي السالب تمام؟ وخلني أحكي عنها الشحطة لكن مش الـ underscore تمام؟ مش الـ underscore هاي بسموها underscore ما بدنا underscore بدنا hyphen تمام؟ طي ممتاز بعد هيك بدنا نكتب مثلا course وخلني أعطي اسم أفضل هنكتب course dart ممتاز هيك أنت أنشأت حسا الفولدر اللي رح نضيف بداخله كل محاضرات الدورة كيف بدي أفتح هاو الفولدر باستخدام في جول studio code الموضوع جدا بسيط هاي في جول studio code إذا ما ركتو في الماك أنت بتكبس على F4 بيطلع لك كل التطبيقات اللي عندك في الويندوز مش بيكون في عندنا هون سيرج صحب تكبس عليها بتدور على الفيجو و الستيديو كود وحا اتطفقنا مسبقا أنك أنت تخلي الفيجو و الستيديو كود في الشريط تحت تكبس على الفيجو و الستيديو كود تمام مباشرة هو فتح المشروع أنا أشغل عليه في دورة CSS إنه أكبر لك هي ممتاز خلي أسكر الاندكس من هنا وروح على الفايل فكرة حلوة لما يكون انت مثلا عندك مشروع كيف تحب تسكره بتروح على الفايل وبتعمل Close Folder Close Folder من فايل كWindows أو كMac Close Folder نقطة مهمة الناس شغالة معها على الويندوز مش راح تحس بأي اختلاف طول من أشغال جو في جو الستيديو كود هتطبق انت نفس الان بسوي كيف نفتح مشروعنا نروح على الفايل Open Folder ممتاز مباشرة رح يجيب لك البراوزر الخاص في الملفات تختار وانت أنشأت الفولدر أنا أنشأته في Dart هي Course Dart تكبس على زي هيك بعد تعمل Open هيصار في عندك Course Dart أتمنى انه كانت الفكرة سهلة وبسيط إن شاء الله في المحاضرة القادمة رح ننشئ أول ملف إنه باستخدام لغة Dart إذا كملت الفيديو معي للنهاية علق أي تعليق بالدكية لكن ضيف مع التعليق برده لشان أعرف إنك تكملت معي نهاية المحاضرة ونشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة ويعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر